السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تناميد السنة أولى الثانية متوسطة لحتى أولياء التناميد لهم يشاهدوا فينا معكم أستاذ ياسمين وأبناء وبناتي اليوم إن شاء الله بما أنه الاختبارة على الأبواب رح نشوفه اختبار الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا مع أنتها الاختبار تعنا في هذا الفصل في الفيزياء إذن يلا هبيدون إطالة أبنائين وريكم كيفاش يجيكم اختبار الفصل الأول وكيفاش تتحصلوا على عشرين على عشرين بإذن الله الوضعية الأولى لها 12 نقطة تقول جزء الأول فوج الأستاذ في حصة الأعمال المخبرية تلاميذ القيسم إلى فوجين وكلف كل فوج بإنجاز تجربة كما هو موضح في الوثيقة الأولى والثانية هاي الوثيقة الأولى وهذه الوثيقة الثانية لازم نقرأوها التجربة الأولى واشدار فيها التلاميذ إذابت 50 جرام من السكر في 500 جرام من الماء إذن نستعملنا الماء 500 جرام والسكر 50 جرام أول سؤال من نوع التحول حاصل يعني ويقول لي هل هو تحول فيزيائي من كيميائي وعليل السؤال الثاني ما هي كتلة المزيج المتحصل عليه يعني شحال الكتلة اللي تحصلت عليها مفهوم؟ يلا قام الأستاذ بتسخين نفس كمية السكر فتحول إلى كرامل مع أنت حكم 50 جرام من السكر وسخنه فتحول إلى كرامل السؤال يقول ما نوع التحول حاصل مع أنت تحول كامل السكر إلى كرامل ما هو؟ مفهوم؟ ونعله السؤال اللي بعده ما هي كتلة الكرامل المتحصل عليه؟ مفهوم؟ يعني نحوسه على كتلة الكرامل هل زادت نقصة قعدة هيه ونشوفه؟ مفهوم؟ يلا التجربة الثانية هذه بالنسبة للتجربة الأولى التجربة الثانية تقول مزج قطعة طباشير مع كمية من الخل مع أنت حكمنا قطعة طباشير خلطناها مع كمية من الخل فانطلق غاز ثوناء اوكسيد الكربون يعني السؤود مثل ما هو موثق في الوثيقة الثالثة مفهوم؟ كيف يتم الكشف عن الغاز المنطلق؟ مع أنت غاز سؤود ثوناء اوكسيد الكربون بماذا نكشف عنه؟ مفهوم؟ هذه الجرام ينسوها لازم دوما نحفظوها السؤال اللي بعده مثل هذا الغاز بالنموذج المتراص ثم بالرموذ الكيميائية هذلك يقول لنموذج المتراص والرموذ الكيميائية ليس نفس الشيء مفهوم؟ يلا الجزء الثاني من هذا التمرين يقول لفتا انتباه التلاميذ في مخبر التدريس بعض الرموذ الكيميائية المدونة على قوارير المحاليل الكيميائية التالية H2O FECR CO N2 NA CL H2 السؤال يقول صنف هذه الرموذ الكيميائية حسب الجدول إلى الذرات وجزئات يخي قلنا الذرات وشنو والجزئات ما هي؟ نروح الآن الوضعية الثانية لها تم نقاط تقول لدى عائلة محمد تمثال لحصان مصنوع من الحديد مثل ما تمثله الوثيقة الرابعة فتسأل محمد عن كفية صنع هذا التمثال فشارحت له أمه أنه صنع انطلاقا من انصهار قطعة حديدية ليتم التحكم في الشكل المراد صنعه بعد مدة زمنية لاحظ محمد أن التمثال تغير لونه وظهر عليه الصدق يعني أكسيد الحديد ذرة الحديد وثلاث ذرات أكسجين يعني هذه يعطوها لأنه نسحقها بسبب تفاعل الحديد مع غاز ثنائي الأكسجين نفهم؟ يعني مع الهواء أول سؤال ما نوع التحول حاصل في الحالتين؟ انصهار الحديد وصدأ الحديد وعلل إجابتك ما عندها؟ انصهار الحديد سنقول وشنه هو التحول وأعلل صدأ الحديد ما نوع التحول وأعلل السؤال اللي باته أكمل جدول الثاني بما يناسب يلا هاو عندي الجدول صدأ الحديد يعني التفاعل اللي حباته هو صدأ الحديد الحالة الابتدائية والحالة النهائية مع انته وش كان عندي؟ وشو اللي عندي؟ بالعناصر الكيميائية بالنموذج الجزئي وبالرموز الكيميائية وما لازمش نغلطب فيه يلا السؤال الأخير في هذا الاختبار يقول مثل هذه الجزئيات برموزها الكيميائية مع انته هذا الجزئ وهذا الجزئ نكتبوهم بالرموز الكيميائية نفهم أبنائي؟ إذن يلا هنبدأوا الحل مع بعض يلا أبنائي نبدأوا بالتصحيح التجربة الأولى تعناقلنا إذابت خمسين جرام من السكر في خمسمائة جرام من الماء ما هو التحول الحاصل؟ هو تحول فيزيائي لماذا تحول فيزيائي؟ لأنه يمكن الرجوع إلى الحالة الابتدائية مع انته نقدر من الماء هذا كل الحلو نقدر نعود نرجع السكر تاعي كما أنه لم تظهر لنا أي مادة جديدة مفهم؟ أنا حطيت ماء سكر أعطاني ماء حلو يعني ما كاش حاجات جديدة مفهم؟ يلا ما هي كتلة المزيج المتحصل؟ سماش حلو ولا عندي سهلة وبسيطة عندي خمسمائة جرام من الماء وزيت لها خمسين جرام من السكر إذن أجمع فتصبح خمسمائة وخمسون جرام كالمزيج المتحصل يعني تعالى كل ما تحصلت عليه مفهم؟ يلا قال لي قام الأستاذ بتسخين نفس الكمية من السكر يعني خمسين جرام فتحولت إلى كرامل ما هذا التحول؟ هو تحول كيميائي لماذا؟ لأنه لا يمكن الرجوع إلى الحالة ابتدائيا يعني من الكرامل لا أستطيع أن أرجع إلى السكر خلاص ولا كرامل كما أنه ظهرت مواجد جديدة يعني الكرامل هو مادة لم تكن لدينا في السابق فهي جديدة مفهم؟ دوما دوما شوفوا يعطوكم تحول فيزيائي هذا هو التعليل تائه هذا الزوج والتحول الكيميائي هذا هو التعليل تائه مفهم؟ لتشتدوا العلامة الكاملة ما هي كتلة الكرامل المتحصل عليها؟ تسماش حال أو لا؟ عندي أنا خدرت خمسين جرام سكر نتحصل على خمسين جرام كرامل لأن الكتلة تبقى محفوظة درت مية نتحصل على مية درت ألف نتحصل على ألف ما تزيدوا ما تنقصوا مفهم؟ يلا التجربة الثانية قال لي حطيت طباشر وزيت له الخل فانطلق غازتنا أكسيد الكربون اللي هو السي او دو كيف يتم الكشف عن السي او دو برائق الكلس مفهم؟ دوما نحفظوها السي او دو نكشف عنه برائق الكلس إذا تعكر فلدينا رائق الكلس يعفونا عن لدينا السي او دو إذا لم يتعكر عدم وجود السي او دو في الحالة التي عنا اللي هنا مدم قال لي انطلق السي او دو نقول له يتعكر رائق الكلس مفهم؟ مثل الغاز بالنموذج المترس والرموز الكيميائية دوما رموز كيميائية نكتبها باللغة الفرنسية أما النموذج المترس معدها بالحبيبات مفهم؟ يلا سي او تنين معدها السي عندي وحدة اللي راهي اللي هنا والأو عندي زوج بهكذا كما راهم لهنا السيل لو انتحها أسود الأو الأكسجين لونها أحمر مفهم؟ لازم نحفظوهم الرموز النظامية والنموذج المترس يلا نروحوا إلى هنا أعطاني بعض اللي قال لك الرموز وأنا نشوف يدها ذرات ولا جزيئات شوفوا أبنائي الذرة قدنا متكونة من واحدة مفهم؟ يعني ذرة وحدة أما الجزيئات فهي مجموعة من الذرة معنتها ذرة 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 مجموعة فيما بعد مفهم؟ يلا ناخده مثلا H2O لنشوفوش حال عندي عندي H زوج والأو وحدة يعني اراني ثلاثة إذن فهي جزيئة مدام فتل واحد فهي جزيئة لنشوفو فأو لفاغ الحديد واحد برق وفقد نضم ذله فأو لكنه ذرة وحدة من الحديد إذن فهو ذرة سأغ نفس الشي ذرة الكروم مفهم؟ السأو شوفو حداري لنشوفو وحادي أكسيد الكربون معنتها كربون فهو جزيئة يعني متكون من زوج نفس الشي N2 ثناء الأزود إذن 2 إذن فهو جزيئة N2 السوديوم إذن فهو جزيئة واحدة جزيئة السوديوم هذا دايما لازم نحفظوهم مفهم؟ سأل الكرور هو جزيئة واحدة أما غز ثناء الهيدروجين فهو يتكون منذرة فهو جزيئة مفهم؟ نروح للتمرين اللي بعده اللي قال لي ما نوع التحول حاصل في الحالتين هالحديد أبنائك كان عندي حديد وعرضت المنبع حراري فانصهر معنى تهذاب فهو تحول فيزيائك يقول لي لماذا؟ نعاود مع بعض يمكن نرجع إلى الحالة الأصلية معنى تخليه بردي عاودي ولي حديد ولم تظهر لنا أي مادة جديدة معنى تبديد حديد؟ خلص بحديد أما صدق الحديد لا فهو تحول كيميائي لأنه ظهرت لي مواد جديدة لي الصدق ما كانش عندي مع الأول كما لا يمكن أن نرجع إلى الحالة الأصلية يعني الصدق هذا كما نقدش نعاود أن نرجعه حديد مفهوم؟ دوما تعليل تعكم هكا يلا نكملوا الجدول تعنا أنا عندي صدق الحديد وشي صرى فيه؟ هو حديد زائد غازتوناء الأكسجين مفهوم؟ وشي ينتج لي؟ ينتج لي أكسيد الحديد أما أعطوها هنا شوفوا لعليه الصدق وشن هو الصدق؟ هو أكسيد الحديد مفهوم؟ وعطاني ذرتين حديد وثلاث ذرات أكسجين مفهوم؟ يعني متكون من ذرة حديد ها هو ذرتين من الحديد وثلاث ذرات من الأكسجين مفهوم؟ إذا نشوفوا أبنائي اللي هنا الحديد ها هو الرمز التاعه يعني النموذج الجزائي التاعه والأكسجين ها هو النموذج الجزائي التاعه الحديد رمزه الكيميائي أف أ غازتوناء الأكسجين رمزه أوتنين مفهوم؟ واللي هنا عنش خلوا لي فرغ لأنه غاز قاز الهنة S معندها صليد وشو معندها صليد معندها صلب اكسيد الحديد يخرج لنا صلب لانه صدق يلا انا عندي الهنة حديد وعندي غاز ثناء الاكسيجين اذا انت حصلت على اكسيد الحديد مفهم علش الهنة درت اتنين منهم لانه شوف قال لي الهنة تنين اف يلا هام تنين اف وثلاثة او لكن ابناء انتما ما زال ما تعلمتوش الموازنة الليسانسية لازم دو من الحديد يدي زوج منه الاكسيجين مفهم لكن دو من نخلوها قال لي انو علاش قال لي شوفوا ذرتي حديد وثلاثة ذرات اكسيجين اذا نكتبها كما اعطاها لي ذرتي حديد وثلاثة ذرات اكسيجين مفهم يلا هدي بالنسبة للجدول تعنا نروح حول التمثيل بالرموز يعني لهالجزئات يلا ابنائي هاد عبارة عن س اذا نكتب س وهاد الصغر وشنه هما هما اش اذا عندي واحد نيه ثلاثة اربع اذا نكتب اش اربعة اذا هذا عبارة عن س اش اربعة اللي هننعن نحسبه السيجحل عندي واحد نين ثلاثة اربعة اذا نكتب س اربعة الاش واحد نين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة اذا نكتب اش عشرة مفهم اذا هذا بالنسبة لاختبار الفيزياء للفصل اول للسنة الثانية متوسط اذا ابنائي دا عندكم اي سؤال ولا استفسار خلوه لي في التعليقات وجيبوا عليه في اقرب وقت ممكن وكما نقول لكم كالعادة بالتوفيق ان شاء الله